أهلا وسهلا بكم هذا السؤال قد وردعينا هل زوج الأختي يعتبر محرم أو لا وهل ينطبق عليه ما ينطبق على المحرم بالنسبة لي المحرم المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ولكن تفصيل لذلك نقول بأن المحرم الزوج هذا يعتبر محرم من تحرم عليه على التأبيد احترازا عن من تحرم عليه على التأقيد بمعنى الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين الأختين ولكن لو على سبيل المثال توفيت زوجته مثلا فإنه يمكن أن يتزوج أخته إذن هذه الحرمة ليست حرمة أبدية وإنما حرمة مؤقتة فإنه لا يستطيع إذا كان متزوجا لأختها لا يستطيع أن يتزوجها ولكن هذه الحرمة مؤقتة نتصور أنه في يوم من الأيام يمكن أن يتزوجها فلذلك نسميها حرمة على التأبيد احترازا من الحرمة على التأبيد على سبيل المثال الأم والأخت والجدة والخالة والعمة وهؤلاء إنهن يحرمنا عليه على التأبيد لا نتصور في حالة من الأحوال أنه يمكن أنه يتزوج من من ذكرنا إذن هناك تحريم أبدي وهناك تحريم على التأقيد كما هو الحال بالنسبة للجمع بين الأختين إذن بالنسبة للجمع بين الأختين فهذا لا يتصور مواقة فلا يدخل في التعريف التعريف هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح بنسب كالأم والأخت والعمة والخالة بنسب أو سبب كالرضاع مثلا هذا سبب ولكنه سبب مباح سبب المباح كالرضاع هل هناك حرمة بسبب محرم نقول المقصود بذلك هو الملاعنة الملاعنة بمجرد انتهاء الملاعنة بين الزوج وزوجته فإنها تحرم عليه على التأبيد تحرم عليه على التأبيد مطلقا ولو أكذب نفسه على الراجح تحرم مطلقا وهذه الحرمة لا يعني أنه يكون محرما له رغم أنها محرمة عليه على التأبيد إذن التعريف الدقيق الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بالنسبة و سبب مباح مباح ترازا من الملاعنة التي هي تحرم على الزوج و مع ذلك لا يكون محرما لها نأتي إلى محل السؤال وهي تسأل عن الزوج زوج الأخت هل يعتبر محرما؟ بناء على هذا التعريف لا يعتبر محرما لأنه يتصور في يوم الأيام في حالة وفاة الأخت مثلا أنه يتزوج منك إذن لا يتصور أن يكون محرما إذن لا ينطبق عليه ما ينطبق على المحارم ماذا ينطبق عليه؟ ينطبق عليه ما ينطبق على الرجال الأجانب فكما أنه لا يجوز لك أن تسافر مع أجنبي و يقصد الأجنبي أي ليس بمحرم و ليس بالمفهوم المعاصر و إنما بالمفهوم الفقه الأجنبي الذي هو ليس بمحرم هؤلاء نسميهم الأجانب هو المقصود في هذا الموضع فكل شخص ليس من محارمك فقها هؤلاء نسميهم الأجانب إذن يعتبر أجنبي عنك و لا يجوز لك أن تعتبره محرما لأن المحرم هو من تحرمين عليه على التابيت كالزوج أو من تحرمين عليه على التابيت كالأخ و العم و الخال و نحو ذلك من من تحرمين بنسب أو سبب كالرضاع مثلا ترجمة نانسي قنقر